اهلا وسهلا بسادة المشاهدين في حلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كونسولتو تيلي ميديسين وفي انتظار كل المكالمات اسئلة واستفسارات الرد عليها مباشرة من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد مستاذ السكر والغضة والصماء كلية الطب جمعة عن الشمس اهلا وسهلا دكتور اهلا يا استاذ حسين مرحبا بيك كل سبت وانت طيب الله يخليك من السبت للسبت الوقت يا دوبك وبعدين احنا بساحنا بنتقبل اتنين برضا اه طبعا عشان فيسبوك طبعا من الساعة تسعة للساعة عشرة نعم والقبال الشديد ده اه بفضل الله ويبقى فيه فرصة بنتكلم في التليفون اكتر والمشاهدات اللي وصلت لعشرين الف والاتصالات بس نفس المشكلة حصلتها دكتور محمد ليه ابي اني يعني بنخلص الحلقة وبرضه ما زالت الاسئلة والاستفسارات اه بقى ما انت فكرتيني بقى حضرتك والمشاهدين يعني مش عايزين ابتصور ان زي ما انت عارف برضو بننوه للاستادة المشاهدين ان احنا متاحين اسناء البس فقط سواء الساعة اللي هي هنا او الساعة اللي على الفيسبوك لكن بعد كده بنعتذر احنا بننسى ان احنا دكترة بعدها لانا عندنا شغل تاني بقى لما حضرتك ما انا عشت معك كم يوم كده في المستشفيات اه يعني يا دوبك برضو احنا يعني برضو ما زالت برضو ومش بنسوق من خلال البرنامج ولا حاجة يعاوز ياخد حاجة يحاول يتصل بينا ويقول تحليل ويقول حاجاته وعادة بنسبة 90% نقدر يديره علاجه هو في بيته ومجانا ومن غير مشاكل ويريح نفسه وحاط رجل على رجل اكيد طبعا هو يحضرني موضوع من خلال الاسئلة فيبقى فيه عدم فهم او عدم استيعاب للأسف الدكترة حتى ما بتقولش للمرضى الكلام ده وبالتالي بيكون معلومة يعني ناقصة او مغلوطة في ازهان المرضى اللي هو طبعا عارفين ان مرض السكر والضغط وحمد البوليك وكلسترول دي بنسميها امراض تفاعلية يعني ايه تفاعلية يعني حضرتك زي ما يكون كده البنزين اما المفروض يحترق جوه المطور بيطلع مثلا ثاني الاكسيد الكربون واول اكسيد الكربون وطاقة وكربون وكلام ده ده هو التفاعلين فلو الكربون زاد شوية المطور يبقى خلال هيبقى فيه خلال اه لو ثاني اكسيد الكربون اول اكسيد الكربون زاد شوية كذا فهي احنا فيه امراض تفاعلية ناتجة عن التفاعلات الكيميائية اللي في الجسم واخبار حضرتك منها الكوليسترول هنحاول انا شفتك بعدم عملت الصد يبقى فيه اتصال بنجر خط هناخد الاتصال ونحاول التكلفة في الموضوع المهم ده ان شاء الله إن شاء الله الموضوع الش peak ده هناخد اول اتصال للاستاذة اسماء سلام عليكم صرف عليكم سلام ورحمة الله ممكن ان انكلم الدكتور في فضاليا يا استاذة اسماء طبعا اكيد فضاليا الاست Oklahثير دكتور نعم قالوا الاست Heute دكتور انا بيتمه دقاء اتاثر anche doesn't like بالفيقه احضر الجمه على المأخذة اللي جنه دالي خاف بدقوانه احضر دقوانه هو ليه الصوت مش بعضح? الا باستاذ اسميه? سامعاني? ايه? ايه سامعان. لو لو حضرتك بس اتقربي التليفون بتاعك يعني وتتكلمي بوضوح شوية لان الكلام متاكل شوية. بجينا دوخة. هو بس اصلي التليفون تغير المكان. اه? لا طب اه اه متهالي الشبكة شوية ممكن تغيري الشبكة عن الشبكة عندك شوية. تغيري المكان اللي انت قاعدة فيه بس. كده احسن شوية تفضلي. اه بتجيلي دوخة اخر اللي يا دوكتور كده. انا متعرفة لاني يعني بحطة راسي. فيم حاجة حضرت بيجي لها دوخة اخر الليل لما بتحط راس على المخدة بيجي لها دوخة. طيب وانت قاعدة لو ما حطتيش دراسك على المخدة مش هيجي دوخة? لكن بتيجي مع تغيير وضع الراس. يعني اما توضي راسك اما توضي انت وديها ناحة يميل او الشمال. الدوخة تيجي? اكتر. بتجي اكتر وانا مين على الظاهر وانا مين على الظاهر. وبحطة بتاع راسي من ورا. طيب اتفضلي اقفلي وانا حاولك تأملي ايه? ماشي. شكرا سيد اسماء. طبعا هي ما ما قلتش انها عندها سكر او عندها ضغطة. عندها سكر او ضغطة كثير ما فوت تقول. هي هتاخد دوة بسيط قوي اسمه بيتا سيرك. تمانية ميلي جرام حباية الصبح حباية بالليل لمدة اسبوع لو تخفت كنا بقى مكانش تتنسل بيها الاسبوع الجاي. مرتين. ان شاء الله. طيب. نعاود الحوارة اه فهو. طبعا بعد كده هي لو الاعراض فضلت. يبقى حنشوف بقى يعني بعض الفحوصات التانية وكده. لكن هي تسعة وتسعين في المية تخف على الدوة ده ان شاء الله. ان شاء الله. اه الكلسترول احنا قلنا فيه. طيب يعني. ام ايه ولا بيه? ماشي. اه ده طيب. استاذ احمد. ام ام احمد. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور. ام سيلة الغداء من الثاني. اوكي. ايه يا دكتور? نعم. اه سامعك سامعك ام احمد فضالي. الدكتور سامعك. ام سيلة الغداء من الثاني يا دكتور. نعم. ومن الثاني ما شلت على الزقت. طيب ما تحت الثاني. اه بجيبت راضات الفتاعة ديكتان. بس ان كنت ايام عندها العملية. خدت بتاع الامبوليك. التروكسة. ايه? خدتوا خدتوا خدتها ساعة العملية. لما تعيبت قلت تروحك الدكتور قلت. ام سيلة دا خدتت العالي هو اللي تعيبت. ايه مرات اللي عاطة يا ساعة. ايه اللي في الصوت يا جماعة? يا محمد. الصوت الشبكة. 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 يا لأ يا بص في نقطة. اللي عنده تليفون ارضي يتصل بالارض. يا ريت لو عندك ارضي تتصل. خارج القاهرة فعلا. اولا. انت اني محافظة يا محمد. محافظة ايه? منصورة. منصورة دا ايه. طيب لو تغير مكانك بس يا محمد كده وتوضحي صوتك شوي. فضالي. فضالي. محافظة دي اه. تمام. اه. اي ايوة. سامعك والله اتفضالي كملي. ايوة. خلاص خلصناها دي دي سادس مرة تفضالي. للا لا 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 استني بقى انا اللي هسأل و بعد انت جاوبي. انت بعد ما شلت الغدة يعني ايه مرتحتش خالص؟ مبيش حاجة اسمها في الطب مرتحتش خالص. يعني ايه؟ برضو ده كلام ملوش لازم. ضربات قلبك بتزيد. ماشي؟ ايه تاني؟ يعني يا ماما يا ماما بعد ما شلت الغدة عدم ارتياحك هو ضربات قلبك السريعة؟ او او. جميل باس كالترخيري. انت اداك داوة الدكتور بعد ما انت و شلت الغدة؟ ايه ايه. اسمه التروكسن؟ او باخد ايه مية يوم وخمسين يوم. مية يوم وخمسين يوم. عملت اخر مرة تحليل غدة درقية امتا؟ من شهر كويه. طيب ضربات القلب بتوصل كم؟ لا مش عارفة بسان ما بتعفضني ضربات شب. طب خلاص خلاص. حذرتك بتحس الدربات دي وانت نايمة وانت ماشية؟ لا ولا نايمة وعاية اي وقت ياه. عندك ضغط او سكر؟ كان عندي ضغط واط وفق تبقى طوال. امتول ايه؟ ضغط كان واط على ضغط. بتاخد اي دوة عشان يرفع الضغط؟ اه ضغط كنواطي وعالي. عالي. فالضغط الدم للعالي. ادك الكونكور. للعالي اه. طيب وقف الكونكور وخد بدله انضرال عشرة مل لتلات مرات. الف سلامة. شكرا نامو احمد. شكرا ناخد لتصلي بعده استاذ صالح. سلام عليكم. وط التلفزيون. فضل لا يا سيد صالح بس انا شاف انك انت يعني قريب جدا من التلفزيون. لو تبعد عنه شوية كده يبقى حلو. او توطي التلفزيون. تعمل حضرتك كده؟ جميل. فضل. حضرتك انا دكتور كل ما اقول لهم يعني بصوة ارجع. سنك كم سنة؟ سن 47. سنة بترجع بالك قد ايه؟ انا برجع من زمان بصراحة عمدت اخذ من زار ويقول انتهاب في المعدة في 12. اخد العلاق برضو هو هو نفس الحواق. وبتغيرش. قالك فيه فتاء في المعدة؟ انتهاب في المعدة وال 12. لم قلتش التهاب قلت فتاء فتاء في المعدة؟ انتهاب في المعدة وال 12. البالك كلها عندك كلام انت بتقوله ده؟ اه. طيب القيء مع كله اكلة ولا اكل معين؟ شو؟ حضرتك الاكلة الاكلة المفضلة ليه مثلا لو اقول مثلا محشي او اي قدروات ببقى ده الفل حلو. امال ايه اللي بيخليك تستفرغ انا؟ لو قلت بقى مثلا ايه اي حاجة تسم بلبي؟ طيب خلاص خلاص حضرك عملت اشعة تلفزيونية على البطن؟ عملت كير صدا انا عملت كير اوه. طيب انت هتاخد اقفل وحقول لك العلاج. شكرا 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 صالح خليك مع الدكتور. حياخد حاجة اسمها روقول. دي بتاعك كده بلبيع شكلها صفرة. بالصيدلية يعني مش احنا مجبتوها اللي هو البلبيع يعني. احنا عاملين بتاع. حباية قبل كل اكلة تلت مرات. وهياخد برم بران عشرة ملي جرام. حضرتك حباية قبل كل اكلة بساعة تلت مرات. ان شاء الله كله تحس. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. نرجع على الكوليسترول بقى. طيب. نلحق. نلحق الاستاذة صاحر. من المنوفية. استاذة صاحر. سلام عليكم. عليكم السلام. ازاك يا دكتور? عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا استاذة صاحر. اه حدفتك يا دكتور انا كنت مكلمتك بكده بسبب رائبتي ما كابت وجانب في لي يدوك. اه دلوقتي لما انا كشفت وكده قال لي عنك مخ وعصاب قال لي هي عنك خشونة صرقة. واحنا قلنا لك كده المرة فاتح. اه بس الخشونة هل هي بتروح ولا بتروحش يعني سنة يعني ستة وشين سنة. طيب انت كنت عند الدكتور طيب فيلي وانا حقول لي. شوكنا انا صار صاحر. خليك مع الدكتور. ما كدت عند الدكتور ما احنا قلنا لها ان هي بقى الفقرات العنقية. اه بتروح انا ما بتروحش. هي الفقرات لازم تعمل علاق طبيعي وتقوى عدلات الرقبة. اه لا فيه يعني برضو تمارين بتتعمل عشان تقوى عدلات الرقبة. فتقوم الفقرات تبعد عن بعضها بدل ما يبقى فاخشونة. مخبار حضرتك. اه دي بتجي صباح ساعات وصعب بيجيب دخل. فدي بتبقى عاجل احنا. قلنا انها الكلام ده ما غير ميت. دعوا لما الفقرات. الوما ما كانت قاعدة دكتور ما كانت تسأله السؤال ده. ما هدان ده اللي دال لها دكتور محمد على السقة الزائجة من المريض لحضرتك. شكرا. طيب. نستأذنك ناخد الاستاذ محمد. سلام عليكم. استاذ محمد فاصل. عاود. طيب. يبقى احنا بقى هنحاول نقول بس اه تلات دايق كده. تمام. ان فيه امراض تفاعلة. او ناتجة. عن عدم التفاعلات الكيميائية اللي جوه الجسم الطبيعية. تمام. وديت مثال باحتراك البنزين جوه المطور بتاع العربية. عشان يدي قوة ودفع للبساتب. خد الانتصالين وخلهم عندك. طيب. 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 فالتفاعلات الكيميائية دي منها. يعني. 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 الجلوكوز عشان يطلع الطاقة في الجسم. البنزين بتاعنا احنا الجلوكوز. مخبرك. تمام. والبروتين قطع الغيار. حلوة دي. ده جميلة اوي اوي كده. والدهون هو الصاج. بتاع العربية. الجسم العربية دي. اه. والفيتامينات والحاجات دي هو التنزيد. تمام. تنزيد بقى البساتب وتنزيد اللي مش عارف ايه والكلام ده كله. خد يا عمي. طيب. 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 من قصيون. الاستاذة نجوة. سلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمعت اتكلم الدكتور. فضالي يا استاذة نجوة. فضالي. الدكتور معاك. ايه يا دكتور. انا كان عندي الكهات معك من زمان وكده. وتحباتي في المستشفة. وعند عصر هادم برضو. وزي الوقت اعمل لنساك وغزات. سنك يا لسانة. تلاتين. طيب. البوضوع ده بقى له قد ايه. يعني زي خمس سنين كده. واخدت ادوية كتير مش كده. اه. لنفاك برضو. عند عصر هادم وعند انساك وعند غزات كده. ما نبترش حافظ على لدوء. طيب. طيب. اتفضل اقفل وحاولك. شكرا يا استاذ نجوة. خليك معا الدكتور. هو بص يا حضرانك. الغزات في بلدنا عالية جدا. لان طبيعة الاكل بتاعنا غير طبيعية. مليانة توم. ومليانة بصل. ومليانة تقلية ومسبكات. طبيعة الاكل المصري. فاحنا لو قلنا لها مسعن كولي اكلسة خفيف. واللي هو يعني مش مسبك وكده. ياريت. على الاقل المدة شهر. نمرة اتنين تبعد عن الالبان ومنتجاتها. لان الالبان الزبادي ممكن يبقى كويس. ممكن. لكن بقيت يعني مسببات الالبان تبعد على. تخلي قانون يرتاح. والحادق والحراء والمسبك والحاجات اللي فيها اه يعني زي بزور تبعد على. بزور زي الجوافة مثلا. اه الفكرة اللي بالزور. وخبالك والحاجات البيت. طب ندي علاج. حناخد دواء اسمه نيو كاربوترينا. ده امتصاص الغازات. تعبارة عن فحم اكتف يعني نشط. بيمتص الغازات. اتنين. حتاخد دواء اسمه بيكوزايم. حباية وسط الاكل ثلاث مرات في اليوم. موضوع الامساج ده هي لازم بتاخد حاجات ملينات عشان الامساج. احيانا الملينات تخلي الامساج يزيد. يأه. اه. فهي تحاول تقليلها او تمنعها. بعدين تتصل دواء بعد 15 يوم بالدواءين دول. بس ونشوف الوقت حيبق ان شاء الله. بس تبعد عن الاحاد والحراء والمسبك. والحاجات اللي فاها بزور. والمنتجات الالبان لمدة الفترة الجاية دي ونشوف. شوية مكرونة خفاف كده بيض. شوية رزة ابيض. حتة فرخة بيضة من اللي هاشتعمل لنا لرائحة. الكلام ده كله ان شاء الله. اتفضل. طيب معنا الاستاذ السيد وبعدين الاستاذ النورهان. ناخد لقول الاستاذ السيد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله سلام. انا بابت بتع aver سأل الدكتور عن حسابة لي. فضل. الفضل. انا لدي السكر لي خمستاشر سنة. نعم سن سياتة ق iti? او الله سن سياتتي خمسة وثنتين. طيب. الفضل. وليا خمستاشر اه ليه حوالى من شهر بسني ا اه نقطت اه بتاع خمسة كين. اه خسيت. اه. ودلوقتي جسمك بقى كم كيلو? الحالية بجسمي 82 كيلو. يعني كنت 87. ايو كنت 87. طول سيادتك قدي ايه? طولي حوالي من 170. عظيم يعني تبقيت رفيعة دلوقتي. المهم. اه. يعني. اتفضل كمي. وباخد العناس اه. خمسين على اول. خمسين على اول. خمسين على الف. قدي ايه? مرتين? مرتين. واحدة الصبح واحدة باليون. في حاجة تانية بتاخدها? لا. طيب السكر الصايم كام? والله السكر الصايم من فترة ما عملتش. طيب. اقفل وحارد عليك. الف سلامة. شكرا شكرا. داخد الانتصال بعد ولا انا اجاوض من اول. اه. لو تستاذلنا يا دكتور بس نطلع فاصل. طيب. اه. خلي التصال اللي بعده موجود. ان شاء الله. وانا هجاوب على طول. استاذ النهرهين لو تخليك معنا. اه. اه. اعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. ابقوا معنا. قبل ما نغب بس الاتصال. اتفضل. اه نوه. اه. يا جماعة الاتصالات بتاعتنا دي. بالمكالمة العادية. يعني الدقيقة بخمس واشر قرش. ده حقيقي. احسن نكون فهمين احنا بنكسب منهم. اه. ما ده ده تنويه لكل السنة المشاهدين. اهدوا كده. ما تقلقوش على سعر المكالمة. مكالمة عادية جدا. اكنكم بتتصلوا بحد بصحابكم. اه. احنا مجوش حاجة من درية. شغل التجارة ده مش عندنا. اه. يعني مفيش. اه. الناس هو طحين جدا. يطلبوا كتير جدا. عزين يجي يكشفه. مبرداش. اكيد. اكيد. يعني ما يجي. مش عايز يقولي على الهواء الكشف كام. لما. فوق الالف جنيه يعني عشان يبقى عارفين. ولذلك انا يجي يقولك اقولك خليك معي على الهواء. على الهواء صح. اتصل مرة واثنين وثلاثة. حيدفع فوق الالف جنيه كشف فعلا يا عسان. صح. ده اكيد. حزعلهم مني. والناس قريبنا اللي بيتصلوا مش تحت امرهم. مش عايزين حاجة. ولا التليفون حتى تمنوا. والله يا جزاك الله خيرا. يعني. لا 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 لا. ده حقيقي ومتالي. طي ناخد الاتصال اللي بعده للاستاذة اسماء. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام ورحمة وبركاته. تفضلي يا استاذة اسماء. تفضلي. تفضلي. اه لو تمحك يا دكتور انا من فترة فترة تعالى عبدالكتور نفسة وطلب مني اه مجموع التحليل. ومن ضمن التحليل طلب مني تحليل الغزة. طيب. اه طلب مني تحليل اسمه اه اسم اه وتحليل تي اس اتش. طيب اف اس اتش. اه. انت سنك كم سنة? انا خمسة ثلاثين. ورحتوله عشان ايه? رحتوله عشان اه الخنسة وقت شوية لي حواليك رسمية. انت عندك اولاد اه معي ولد وبنت. يعني ولد وبنت وبقالك تلت سنين? اه. تلت سنين? تلت سنين. الدورة ممتزمة? اه ممتزمة. طيب اما طلب ال 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 اتش الف اس اتش وايه تاني? اه طلب ام ا 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 طلعوا سلام لا بس الغضة الدراقية تلات ساملة شوية طالب تي اس اتش مش كده اه تي اس اتش عملتو طلعت كام تلع ثمانية وسبعة من عشرة طب بص يا ست اقفل او انا هارد عليك شكرا شكرا سيد اسميق خليك مع الدكتور طيب احنا هنقول ايه الغضة الدراقية اه بتأثر على كل حاجة في الجسم احنا فيه حد ما جبنات سيرته بقولك ايه صح صح نعايا اللي انت كدبه تحت خالص على اليمين ده مين اللي هو الاستاذ سايد من سيناء خالص سايد ده وقتك بيضا انا نسيت او يا كبير احنا فيه في منتظرة دلوقت الاستاذة جميلة طب اخا احسن بننسى ال ال اتش حضرتك دول اللي هو طلبهم بيشوف حضرتك التبويض وكده انا هنقول ده الدراقية اه بتعمل كل حاجة بس مش لازم تكون هي المسؤولة بسؤولية كاملة على عدم التبويض وعقلة الخلفة بعد الحملين اللي عدوا الولادتين عادة ما بيكونش تبويض بيكون هناك خلل في مجاري البويضات انها تنزل زي التهابات مثلا في الانبيب او ما الى ذلك ومع ذلك هتشوف فيه تبويض او ما فيش هي دولوقت عامة ال 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 اتش وال اف اس اتش تقولهم مزبوطين ال تي اس اتش انا هقولها تاخد التروكس والمية مايكرو جرام كل يوم الصبحية دي واحد اتنين هتيجي اليوم واحد وعشرين من الدورة تعمل حاجة اسمها بروجسترون لو طلع كويس بقى فيه تبويض اليوم ال الاثناشر والتلاتاشر من الدورة تروح للدكتور بتاعها ده تشوف فيه تبويض عن دولة لا بيعمل لها منظار على الرحم وبيشوف فيه بيض ولا مفيش خلاص تمان خلصتها اه انت عندك اتنين قاعدين طي عندنا الاساسة جميلة وبعدها الاساسة السلطان تب اخذ سيد بقى امك سيد جاي ناخد دنيا بس انت فكرني اه ناخد اصدره بعدها سيد الخس خمسة كيلو انا افتكرت يا عم سيد طي الاساس سيد كان خمسة ستين سنة انت حضرتك الجال بصمت اللي انت بتاخده ده كلام فارغ انت معنى انك بتخس بالتأكيد سكرك غالي والدوى ده عره عره غالي عالفاضي انت هترجع على حاجة اسمها دلسيل تلاتة ملي جرام الصبحية وتوقف البتاع اللي انت بتاخده ده وتحلل السكر صاهم وبعد الاكل بساعتين مع اخذ العلاج بعد تلات اسابيع وتكلمني مع السلامة وده كان للأستاذ سيد يلا خلصت كله تحب خلصتك الاستوديو ده اللي ضره كلمة جدا والله طي ناخد الأستاذ الجميلة سلام عليكم استاذ جميلة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ جميلة الدكتور معاك لو استمعت دكتور اما كان عندي تدخم في الوضع الزرقية نعم ويستعملت تحليل تي اس ايك طول خمسة وخمسة من عشر طيب وزنك كم سنة وزنك كم كيلو وزنك كم كيلو ثمانية وتمانين وطول سيادتك نعم طول حضرتك مليا خمسة وخمسة طيب وصيادتك قلنا السن كم سنة ما عليتش السن اربعين الدورة لسه بتيجي طيب انت في اي اعراض غير تدخم الغدة الدركية طيب خلاص خلاص حجم الغدة كبير او باين من رقبة ساتك اي حد يبشوا يبشوا يقلك في حاجة في مقدمة الرقبة ماليش ضعب الدكتور الناس اللي بيشوفوك العاديين وبيقولولك فعلا فيه امتلاء في الرقبة ولا انت اللي حساها فقط يبقى كبيرة قوي البلع كويس والتنفس كويس الاشاعة قالت التليفيزيونية قالت فيها عنقيد فيها لا فيه تدخم بس تدخم مستوي مكتوب كده شكرا سيدا جميل هو دلوقتي حتى التي اس اتش لو طلق طبيعي وعايز انا اصغر الغدة الدراقية اللي هي تدخم مال مستوي يعني مستوي يعني مفهوش كلاكية واختبال سيادتك اه هو انا بعالجها بالطريقة دي طبعا انا بحق انه لغدة الدراقية وكده بس هتبقى فلوس كتير قوي فمالاش لازمة يعني ومش عايز الناس تيجي اول مرة قول فحتاخد التروكس من 100 ميكرو جرام كل يوم الصبح لمدة 3 شهور احتمال كبير تصغرها لك واخدبال حضر لك بس على مسئوليتي حكاية انها تدخم مستوي من غير مستوي دي مسئوليتي ست حتى لو كان طلع طبيعة تي اس اي اتشوكاك وتحديك نفس العلاج الف سلامة و3 شهور كلمينها تاني شاء الله تمام نتنقل الاستاذ السلطان السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ازاك دكتور اهلا بيك فاند سمع سيادتك معاك يا فاندن اه دكتور صدع دايما مسيقني على طول يا دكتور وكشفت كزا مرة يدوني مساكنات وما فيش فايدة خلاص ممكن نبجأ نايم نايم سليم ما بيش حاجة ونجوم من نومس وده عايبجر دماغ في مؤخرة رأسك من وراء صح؟ عم وفوق من هنا ملوخ لمؤخزة من عالقافة ايوة دكتور طيب سرنا كم سنة سرنا كم سنة؟ اتنين واربعين قصت الضغط اخر مرة امتى؟ بنجيس ضغط مظبوط عادي مفيش اي لا كام بيطلع كام اه دكتور؟ بيطلع كام الضغط؟ الدكتور بقول لي مظبوط بقى اسأله كام؟ طيب انت مع حركة رأسك كده في دوخة ولا حاجة؟ اه في ساعة دوخة كده طيب في تنميل في اليدين جاوبني انا لا لا مفيش تنميل في اليدين ولا ضعف في اليدين لا مفيش غير ساعة الصداع دي في ساعات بقى بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ مزارعة دبته يعني اذا الصداع بيلا ودي ايه؟ والله معايا من زمان يعني من زمان على خمستاشر سنة مثلا؟ اه بتاع اه يخش في كده طيب طيب حال مكانه بيتغير من مكان لمكان؟ الجناب ومن مارة في الجفن من مارة كده فوق الراس واللجناب من هنا كده؟ الجناب دي؟ اه الجناب صداع في الجناب ايه بينقع عليه كما بيجي؟ اه دابونكم بيقولوني بنقول منهم ما نقدرش ان انا نتحرك خالص اه يعني حاجة كده ما جاش مرة في نص الراس وبعدين اتنقل بقى الراس كلها؟ لا في الجناب ومن فوق كده طيب اتفضى ليه في الوحاول لحضراتك شكرا طيب اه طبعا احنا مش هنعمل تحية ولا حاجة انا بتوقع ان هو معندوش سكر ومعندوش ضغط ومعندوش كلسترول ومعندوش السكر ومعندوش كلسترول يعمله مخبار حضراتك طيب غير كده احنا دولات هنجرب معاه ده وطافي جدا 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 ومفروض يجيب نتيجة معاه ان شاء الله كيتوفلام ده حضراتك 50 ملي جرام ياخد حباية واحدة بعد العشاء يوميا وياخد هستاك 150 ملي جرام حباية بعد العشاء برضا يشوف لي دول كده 15 يوم وتوصل بيه تاني كيتوفلام 50 ملي والتاني انا قلت ايه دهوقتي يا استاذ كيتوفلام استنى يا بقولي التاني اتفضل او استاك واستاك ومية وخمسين ملي جرام معاه عشان بس ما يتعابلوا المعدة ولا حاجة فنزبط المعدة معاه نعم تمام طبعا عندنا اتصالية ناخد اول واحد ام ملك سلام عليكم ايو سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضاليا ام ملك لو سمحت يا دكتور انا على طول عندي بلغة وقت في زوري يعني كل شوية عايزة اعطت امحة كده وعايزة وكسبت كتير فاكل يقول لي حسابية وقلي يقول لي بتجعنا فانا مش عايزة اوصل لحالي ففي دكتور قال لي هي بسيبني معاك تولي السيد وهترح في الشترة هي بقى من الصهر الرمضان وهي عاني طب عطرف الشتة ايه اذا كنت انت كنت عنده في رمضان والشتة جاء ومشي او الشتة دخل اهو راحت لا لقى الدكتور اللي راحتوله عنده اخر مرة اقريد يعني اقالي بهابتني معاك انت عندك حساسية فهبتني معاك الحساسية دي في اللحبالة التوطية لحد لحد طيب وهي بقى لها اقدي ايه بقى لها اقدي الحساسية دي عندك عمرها مذاكلي بس انا اصر عندي حساسية في مناخيري فاعصان كده بقاني احتبر من الصهر رمضان وزوري مزهقني على طول فأكيد دكتور تاني اذا اتجاحنا الريق بلغم مستمر في زوري مزهقني البلغم لونه البلغم لونه ايه لون البلغم ليا أعابي يا دكتور زي الماي كده اكد Egypt بيبقى السبح اكطر بتقومي من النوم ساعات بتقومي بيتقتومي من النوم على الذورج بيوجعك على البلغم دا لا يبقى مش ارتجاع. انا بنام يا دكتور ما بحثي بقوله اعرف دي خلص ولا بتزيني. جميل. بالمهار بات. طيب اتفضل يقفلي وحقول لك. شكرا انا ممالك. خليك مع ان دخول. اتقل حاجة ده واسمه سولفين ده شراب معلاء تلت مرات. سولفين. اه تشرب حاجات سخنة كتير جدا 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 جدا. يعني ما يتتشلش من قدامها. زي كراويا وكركاديه وينسون وحلبة. الحاجات دي كلها ساخن كتير. ما تاخدش حاجات ساعة ابدا ابدا ابدا. تحا وترفر قبيتها كويس. وبعدين تاخد انا ممكن نديها حاجة برضو للحساسية. فيه ادوية بتبقى غالية بس بتبقى اقل. فممكن تاخد تفاجيل حباية قبل النوم كل يوم. ده هيجيب نتيجة 100% يعني التفاجيل ان شاء الله مع الحاجات الان انا قلتها. تمام. ناخد وتصلي بعد ومدام فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن كلمة دكتور? فضالة يا مدام فاطمة. بس بعيد عن التلفزيون شوية ها? ميش. لان احنا سمعين صوت التلفزيون وفيه صدى صوت. ميش. فضالة. ازيك يا دكتور? اهلا بيك يا فانت. والله يا دكتور تسمعت بس للآخر انا او مرة تكلم في التلفزيون. طيب خلاص بصي انا هقولك حاجة. اه انا اللي حسأل. وبعدين لو احتاجت انت تتكلم تتكلم. لو انا احتاجتك اقولي تقولي. انت سنك سنك. اه بس بص انا عاوز رد بكلمة واحدة. عشان حتى الناس تتعلم ازاي حنتكلم. سنك كم سنة حضرتك? سبعين. وزنك كم كيلو? اه خمسة وتسعين. اه الخمسة وتسعين. اه الخمسة وتسعين دول سبتين بقالهم سنة ولا زادوا وقالوا? والله انا كنت وزنة نبتي يعني من سنة شده. انا عايز كلمة واحدة. من سنة. من سنة. من سنة. من سنة. بس ممكن يكون نزلت شوية. اه يبقى ده اجابة نزلت شوية. السؤال الل بعد ونزلت قد ايه? اه يعني ممكن يكون خمسة كيلو. لا كتير خمسة كيلو. يعني انت الهدوم وسعت عليك. ايوة. اه يعني كنت مية وبقيت خمسة وتسعين حضرتك. اي ممكن. طب حضرتك بتعملي رجيم ولا ولا الواحدة كده? انا ما بعملتني رزيم انا ستة كبيرة. خلاص خلاص. ما بعملش رجيم. الاجابة ما بعملش رزيم. كلمة واحدة. اه. حضرتك ايه الشكوى بتاعتك? الشكوى بتاعتي انا عندي السكر. جميل. وعندي الضخط. وعندي ومراكبة دعمات. طيب السؤال برضو. السكر الصايم بيطلع. السؤال ان انا اللي اللي بتاكي منه للوقت ان انا سكر بتاعي ما كانش منتظم. طيب. انا هقول لحضرتك وبعدين ايه? لا. فين في تقولك بقى العلاج اللي برضو. اسمني برس. لا لا سبين. الصايم بيطلع كام السكر الصايم? الصايم. الصايم بيطلع كام يا يا سيب. مية خمسة وشتين. والفاطر? ميتين وعاشرة. وابتاخد علاج ايه? اه. باخد علاج ايه? باخد علاج ايه? انسولين باخد انسولين. قد ايه جرعات كميات بتغيبها? انا كنت باخد الاول قبل ما روح للدكتور. طب ممكن حضرتك بس اقولك انا. لا انا اللي حسن. انا اللي حسن. بتاخد ايه وبعدين قولي اللي انت عزيز. انا انا اقولك ايه شكوى اللي عندي عشان انا ما معرفش يعني الجرعة. انا بسك دلوقتي اصفل من جراعي. بنمل بطريعة فوق ما تتخيل. ما بيبطلش خالص سنين. خلاص. دراع واحد ولا الاثنين? لا دراع واحد اللي هو الشمال بتوابعي لحد فوق خالص بها. طيب بقى بيحصل ليل ونهار ولا بيجي في اوقات واوقات لا اه? لا لا اه ليل ونهار. على طول ليل ونهار. طيب بيزيد اما بيزيد اما بتنام على ضهرك? لا. طيب بيزيد اما بتحرك رابتك? لا. طيب انا اصل كمان نستقلق عندي الغطلوب في رابتك وفي دارك. طيب خلاص ما اقول لغة ضروف والسبب. طيب هقول بقى لحضرتك ما عليك زي. اه هقول بقى لحضرتك ان اه كمان عندي ان انا بقالي اسبوع بارس في ايدي جالد. في ايدي وفاري وطوراكي. طيب خلاص. الف سلام. اه فيلي وحارد عليك حاضر. الف سلام. شكرا شكرا. هو التنميل والخدلان او التنميل اللي موجود في ايديها ده هتعمل حاجة اسمها حضرتك اه فحصك اه مهرابي للاعصاب الترفية في الدراعين. عشان نتبين سببه السكر هي بس لا تحجر علي واخبار حضرتك في الكلام. امان. عايز العيان يودك في دهية اما يبدأ يكلمك بطريقته هو وعايزك من وجهة نظره هو يوصل لك معلومته. مش عايز يستمع. اه. السكر يا فاندم بيقصر عصاب الترفية ممكن ياخد عصب واحد فيبقى سرخة في الدراع بس. ممكن عصابين ثلاثة يبقى في الدراع حتى سرخة وفي الرجل وفي ايد وفي الظهر وحاجات زي كده. وهي مش فاهمة ان سكرها عالي مية وستين وبعد الاكل فوق المتين. انه دول لازم يتزبطه. وممكن تزبطهم دول يضيع هذا الموضوع. فالدخلة طيب عملية حضرك الغضروف اللي في الرقبة. هل بيجيب التنميل ما بيجيبش تنميل. ده بيجيب الالم. واخبار حضرتك والالم ده بيجي مع الكحة. فهي الناس بتتزاكه بس احنا معلمين يعني. لا ما شاء الله عليك يا حضرتك. بس انا تعلمت منك والله. برا خلاص بتحديدك. ايه حضرتك. طب تعمل ايه باية دلوقتي. واحد تعمل حضرتك فحص كهرابي للاعصاب الطرفية في الدراعين. هيبين ده من السكر ولا من الغضروف. بعد كده نوجه الالج. اتنين لازم تزبط السكر كويس. خساسا وزنها ان هي رغم انها بتاخد انسولين وبتخس والسكر عالي دي علامة غير طيبة. فانا بلاش زود جرعات الانسولين. هتاخد دوة بسيط معاهم. اسمه حضرتك نوفو نورب. اتنين ميلي جرام قبل الغدا. الى جانب الانسولين. تمام. فاخبر حضرتك نوفو نورب. اتنين ميلي جرام مع الغدا. بعد كده ان شاء الله هنشوف نعمل ايه? تعمل الصايم وبعد الاكل بساعتين. وتكلم نتاني. تمام. الموضوع طوي شوان. نقدر ناخد ام ام احمود. خلات فضل. وعليك ده استاذ عحمد. عليك السلام ورحمة وبركاته. ام ام احمود. ايه وزيك ادفك. ام احمود. نعم. اهلا بيك يا فندم. انا مريض افتك ام ام اصفتها السنة باكد من سرين. طبعين على ثلاثين. عزيب. يعني افتك على طولي ممتظم مش ما فيك حاجة. بس المشكلة عادتي. يعني عندي رجل الشمال. بقالها كم سنة بتقليمي. ومن الخلف. شطرة. بالخلف. بالفاح بكده. ايوة والسمانة برضو. ولا السمانة مفهاش. لأ يوم التحد دي رجل كلها. لحد مش ترجل. وليمان هون مش ترجل بينبلي. لأ وشت رجلك من فوق ولا من تحت من البطن الرجل. لأ الثوابع. الثوابع من تحت اتنين. الرجل واحدة ولا الاتنين. لأ الشمال بتقليمي جامد من خل. فيه قلم في الظهر. بسيط. طيب عملت اشعة على الفكرات القطنية اللي هي التحت. التحت الظهر. لأ انا عملت اشعة السنة اللي فقطت على إلي مع لكيس اي حاجة دا. يهرب رجلين وما فيش حاجة. لا اللي عملك اشعة دا غلط اساساً. لانه ما هو مالوش علاقة بالاشاعات خالص. انت عندك دا التهاب عصبي. والعصب لا يروى بالاشعة. طيب وانا تقول حبيت. التهاب العصام. ما بسهش يا دكتور. السكر السايم كام وبعد الاكل بساعتين كام? اه بعد الاكل بساعتين بساعتين. طيب والصايم كام? لا الصايم ما بساعتين كام? طيب وزنك وزنك اخر ستة شهور. ثابت ولا قل ولا زاد. وزن ثلاثة وتسعين. السؤال ما جاوبتهوش. زاد ولا ثابت ولا قل. لا يا عصابة ثابت بقى ثلاثة شهور. يبقى دي الاجابة. شكرا جزيلا. شكرا محمود خليك معنا دكتور. بس يا سيدي. هو في تدخلات جدا. عصابة طرفية دي عاملة زي سلك الكهربا ومزعجة. يعني بتدي اشكال متبينة جدا. وممكن تختلف مع حاجات. يعني بتقول لك فاخدها كله من وراء. والسمانة ومشت رجلها. لحد تطراف صوابعها. بس الغريبة ان واخده رجل واحدة. هو السكر يعمل كده. بس عادة ان الرجل واحدة دي تبين ان حاجة في الفقرات. طب الفقرات برضو مع المريضة اللي قبلها. بتدي تنميل عادة ما بتديش تنميل. بتدي قلم. الفقرات الضهر. اه. بقول الفقرات دي حضرتك بتاع بتفعص مخارج الاعصاب. اما بتفعصها تقوم تسمع الالم ده. ولا سيامة مع الحركة او مع القحة او مع الحز. تمام. اخبار حضرتك واحد وف الحمام بيحزح كده. تقول لك السرخة جد. يكوح. السرخة تيجي. الفقرات تفوق معا. الله يبارك فيك. لا هي كمان معروفة. بالعلاقة دي. تب نفرق ازاي. اللي يبني دي علاك طبيعي. السكر بروش علاك طبيعي. هنعمل برضو فحص الاعصاب الترفية او فحص كهرابي. كلمة الكهرابي ما تخوفش. هو الاعصاب بتطلع كهرابة. احنا مش هنداه كهرابة. زي رسم القلب كده. زي رسم القلب. بس ده اسمه رسم اعصاب. خلينا نقول رسم اعصاب. رسم العصاب الترفية للقدمين للساقين. اللي اتنين. هنفرق. هل ده سببه غضريف. ضغطة. فقرات. او انه السكر. بتقول بتاخد علاج السكر البتاع الاعصاب ما بيجيبش نتيجة. هو ما بيجيبش نتيجة. ولو جيب نتيجة بيجيب نتيجة في الاول. ولزلك انا هقولها تاخد دواء قوي كده. تمام. اسمه تجريتون. ميتين ميلي جرام حباية قبل النوم كل يوم. الى جانب اللي بتاخده. تمام. واخد بالك. وسكره يعتبر مضبوط الى حد كبير. الف سلامة. ماشا دكتور. ناخد الاستاذ احمد. سلام عليكم. تقول لي قبلها بخامة زي وكنترول حنقفل امتى? مش هلاقيه بيقفل اول فيه بشرة كويس ان احنا مش هنقفل النهاردة يعني. يلا يا احمد بقولك ايه شنغل المنقد مين اللي معانا? الاستاذ احمد. استاذ احمد عندك من اين يا استاذ احمد? انا بكلم حاكم انطابة. اه طيب طبعا ما عندكوش منقد واتمنينا دفاية كده الو بتاع هتلاقي الجو برد عندك. اي لا جو جميل والله. عندكم برد مش كده? لا لسة لسة مش برد دلوقتي يعني اا من شهر واحد واثنين بيبقى برد هنا. اه طيب ألف سلام عليك أبو أحمد. الله يسلمك. الله يسلمك. أولا حاجة دكتور بات ما عايش انا كان جالي احتقان كده من حوالي شهر في زوري. طيب. استمر معايا شوية كده انا اهملت فيه بصراحة يعني. وبعدها تأكد مضاد حاجة من حوالي خمس ديام. اللي احتقان راح. بس جالي بقى شكة في زوري. كلما اتكلم كتير اقصى لايه فيه شكة. انت دي لات كدت مثلا في الصلاة الشكة تزيد علي بعد ما انا بطلي. طيب. في عندك جيوب قنفية ولا عندك حاجة التهاب فاي حتة تانية في اولا على طول عندي شرقة وعندي عصى وعلى طول دي مستمرية معايا على طول. بتقوم من نوم? بتقوم من نوم عندك الشرقة دي? لا مش بقوم من نوم. ويمكن بتجيلي بخلال اليوم على طول. طيب حضرتك دلوقتي الشرقة دي لا علاقة بالصف والشتاء والربيعة والكلام ده? لأ مستمرية معايا على طول. مستمرية ولا الطراب ولا الرمل ولا كلام دا بيجبها. ولا اي حاجة. ما فيه سكر ولا ضغط. لا الحمد لله. سنك كم سنة? انا 46. طيب. خدت ادوية حساسية قبل كده? لا ما خدتش ادوية حساسية. طيب اتفضل يقفل وانا حقول لحضرتك. شكرا. طبعا ادوية اللي حساسية ما نحبش نمشي عليها كتير. فاحنا ممكن ناخد الدواء الرخيص اللي هو التفاجيل. دي حباية قبل النوم. الى جانب المضاد الحيوي يمشي عليها. انا اقول له دواء يعني المضاد الحيوي يمشي عليها. انا اقول له دواء يعني المضاد الحيوي هو خد خلاص بقى. فيكمل عليه 15 يوم سواء خف او ما خف حتى بعد ما خف فيكمل 15 يوم عن انت بوتك. المضاد الحيوي اللي خده ومش مهم هو ايه مش عايز اعرفه. وياخد التفاجيل حباية قبل النوم لمدة اسبوع يهد الدنيا وبعد كمشي احتاج تاني ان شاء الله. تمام. والسخن الكتير جدا. السخن حلبة ينسون كراويا كاركاديه كله سخنة دي احنا اشتغلنا يعمل ما هو قهواجية. طيب. ناخد الاستاذ عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام وحمد الله. مساء الله خير يا بك. مساء الله يا فاني. مساء الله يا فاني. مساء الله يا فاني. اتفض عزيزي من كفر الشيخ يا باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سهلا. تسعة وسبعين سنة. بارك الله فيه. ماشاء الله. الله يكريمك يا باشا. انت بتتكلم كده بتجيب جو تفاقل. شغال ايه حاجة عبد العزيز. نعمل على المعاش من الفين واثنين. عشان كده بتدلع. الله يكريمك يا بك. الله ما يميني يا رب. فضل. اما بخش دكتور المية. بيجي لي تنميل في الكفين في الاطراط. الاربعة. الاربعة. في التلاكة. الكفين ورجل الشباب. طيب. ده وانت بتعمل حمام يعني. وانا بعمل حمام بس. اه. بخلص. اه. بيروح. طيب يعني هل التنميل بغزعج لهذه الدرجة? ايوة. لو سعد يعني بعد كده بيجي لي سعد بيجي لي تشلق. في اليدين. شد عضلي. اه. يعني ايديك تعمل كده تكلبش. لا. يعني. بالتنميل ده عادي. بس في بعض اوقات. بتشد العضل دي. في حالات كده. اه. عضلات اليدين والرجلين. ولا اليدين بس الكفين. لا. اليدين بس. اللي بتعمل كده. سنتك عدك امساك ولا حاجة عادية. لا عادي. ما عندش امساك. طيب. يعني مسلا الموضوع ده يستمر عشرة ده ربع ساعة وخلاص. مش كده? اه. في يوم قبنا عاية جي جي نصف ساعة ووقتها من نصف ساعة. بقيت اليك كلمات ومش عارف اعمل ايه. وبتاع. ده التفصاتك بتقول بيلجيلك. وانت في الحمام بتقول فالحمام نصف ساعة? لا. ده. 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 ده ده. 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 الده. ده. ده اللي بيجي لي في الحمام. أمالي التاني اللي هو كلبشة بلاء. لأ. اللي التصال. التشن هو القصة دي ممكن بيبقى ناقس ماغنيسيا مناقس كالسيوم في معظم الناس ففي دواء اسمه كالماج او بداء الليل حباية ياخدها مرتين في اليوم هيعدل له كالسيوم وكاده لو ما هو ما عندوش مشاكل ان ياخد لبن ياخد لبن لغاية لبن اغلع حاجة فيها كالسيوم لبن مش زبادي ناخد بان حضرتك ياخد الكلسم الكلسم كمان عشان يمتص كويس لازم يبقى معاه برطوان والبرطوان تنع لو بديه السكر اعتقد ده كله حيروح انا عارف انت بتتحكيه انا لما لما بصوا بسرع كده رفعت الاقلام واجفت الصحة لوصل للحظة اللي هي لو حضرتك في الكبسولة الكبسولة انت ضفتلي دلوقتي معلومة ان احنا يا جماعة التليفونات بتاعكم الدقيقة بخمستاشر قرش زي انك بتتسم البقال شو بقى الفرق من البقال واحدة فمش فرق احنا كشفنا غالي جدا مش عزين حد يجينا يكشف ما نقولش عشان ما قلش بيسوق لا بنسوق ولا عزين حد يكشف ولا عزين حد يعمل مفيش فرصة انا حضرتك تتواصل معي اغير من خلال ساعتين في الاسبوع ساعة هنا وساعة فين تبحث تيجي فين تاني يوم الاثنين في الفيسبوك عالفيسبوك يوم ان شاء الله وعندنا تليفون برضو هو نفس التليفون اللي هو زيرو واحد خمسة خمسة زيرو مية خمسة وخمسين مية وخمسة اربعة صفر صفر تسعة ده موجود برضو بتتصلوا بيه يوم الاثنين ان شاء الله على الصفحة بتاعتنا وخبار حضراتكم من سيد دكتور محمد سعد حامد بالعرب والانجليزي هادي الصفحة لتبقى شغالة ان شاء الله ونفتك على خير ونتمنى اللي ملحقناش بقى في حلقة ولسه ملحقناش بقى سببه المرة الجانية بناحط خمس دقيق ان شاء الله لان ده موضوع مهم جدا او نقوله بقى على الفيسبوك نقوله على الفيسبوك اكيد ان شاء الله تسمح لنا يا دكتور اتفضل يا فب عزاء المشاهدين وبكده ممكن وصلنا لهاد الحلقة من برنامج كنسول تولي ميديس نشكركم لحسن الاستماع والانتباه والمشاهدة ونشكر السيدة الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر روضة الصماء كل الطب جمعة عين شمس وإلى لقاء آخر بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته